أعتقد أن هذا المؤتمر هام لأنه يظهر أن هناك قسما كبيرا يدعم التغيير في إيران وأن الشعوب في العالم تدعم الشعب الإيراني في الداخل والذي يعاني كثيرا على يد النظام أعتقد أن أمريكا صريمة تجاه إيران لكن أعتقد أننا نفهم أننا في النهاية اليوم أن نظام الملالي لن يتوانى عن استخدام أي شيء ضد الناس ليس فقط مجرد كلماتنا داعمة لهم قائلين أنها صفعة من بعض القوى الخارجية نحن في هذه الحالة ندعم الشعب داخل إيران الذي يواجه النظام هناك الحكومة السعودية حسنا أنا لا أتفق معهم أنه تم تثبت إيران إنه ليس رأيي أنها مجرد حقيقة بأنهم قوة سلبية وفي العراق خلال فترة الحرب لقد قتلوا الكثير من الأمريكيين ونحن نعلم ذلك وفجروا مبنى أبراج الخبر ونعلم ذلك إنهم سيئون في سوريا ولبنان واليمن إنهم سيئون حيثما ذهبوا ويحاولون مهاجمة هذه المجموعة باستمرار إنهم بالتأكيد سرطان وقوة سلبية في العالم أعتقد أن الخيار الأفضل هو توحيد حلفائنا في المعارضة طد النظام والتعاون معهم في شؤون الاقتصادية والسياسية ليتلقوا رسالة مفادها أننا لسنا ضعفاء بل نحن أقوياء وموحدون وموجودون إنها ليست المرة الأولى التي تكون فيها الولايات المتحدة في جبهة أصدقائنا وحلفائنا في أوروبا أتمنى من خلال الوقت والدبلوماسية والتاريخ الطويل لعلاقة الصداقة والتعاون بيننا أن تتزامن كلها مع بعضها في المستقبل وموشحاتنا في مستقبل وموضوعنا في المستقبل أن نكون مرحلة في المستقبل